تستعد مدينة ووهان لرفع إجراءات العزل العام يوم الثامن من أيبرل الحالي وسيكون بمقدور السكان مغادرة المدينة لأول مرة منذ 23 من يناير الماضي وما زالت أحياء في المدينة معزولة بجدران بلاستيكية بارتفاع مترين أقيمت في بداية الأزمة لفرض سياسة العزل والتباعد الاجتماعي وجعل ذلك السكان معتمدين بشكل كامل على شراء احتياجاتهم عبر الإنترنت اتهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الديمقراطيين بتشتيت جهود الرئيس دونالد ترامب في مواجهة وباء كورونا وقال إن قضية عزل الرئيس ترامب صرفت انتباه الحكومة الأمريكية عن أزمة فيروس كورونا المتنامية في الصين وفي مقابلة مع أحد الإذاعة الأمريكية قال مكونيل تم تقييدنا بمحاكمة إقالة الرئيس أعتقد أن ذلك حول انتباه الحكومة لأن كل شيء كل يوم كان كله يتعلق بالإقالة